انا سألني زول سوداني بيقول لي توقعاتك ايه لمباراة غانا والسودان في تصفيات القومة الافريقية المطش الجاي اللي هتلاعي بيهم والثلاث اللي هتلاعي بخارج غانا يعني هم تعطلوا المطش الاولاني في غانا سفر سفر السودانيين او اشقاءنا السودانيين زي ما انتم بتقولوا اشقاءنا المصريات اذا كنتوا حابين اقول كده او مش حابين براحتكم فبتقولوا اني هتكسبوا غانا المطش الجاي بان انكم كسبت عدلتوا معاها في غانا في حضور ستين الف فالمطش الجاي سهل جدا بالنسبة لكم يعني وهتكسبوا غانا بكل سهولة وهتكسبوها واحد واثنين ده واحد سوداني اللي قالت كلامته في التعليقات قريتها يعني طب انا توقعاتي المطش غانا وسوداني اللي جاي نتيجة مع الرافقة خالص غانا هتضري السوداني اثنين سفر كلاتة سفر مرتاح وخلص كرين شوت واحفظ الفيديو عندك عشان بعد المطش نتقابل واحد اثنين تلاتة غانا هتكسب كده كده هتكسب مش لازم اقول لك الرقم كام يعني فوز غانا على السودان يوم الثلاثة المطش الجاي وغانا هتتصدر المجموعة او هتطلع مركز تاني والسودان هتبقى حصالة المجموعة او مركز تالت وهتخرج من التصفيات ومش توصل كاس بأمم الأفريقية طبعا انا اتمنى كده لا ما اتمنىش كده اتمنى فوز السودان ووصلها لبطولة الأمم الأفريقية لكن دي مجرد توقعات وربنا خيب ظني وسودان تكسب